اشتركوا في القناة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم في هذا الويديو اللي سيكون مفيد وخصوصا للبنات اللي يتسنون شهر رمضان وبغين يفرحوا براسهم ويصيبوا الشبكية في البيت وكذلك العسل ان شاء الله اليوم سنشارك معكم واحد الوصفادية اللي ساهله وبسيطة كتحضره في دقائق يعني كتتوجده فقط يعني بقت نتبارتاجي مع البنات اللي مبتدئات واكيد كيجيهم الشبكية كتجيهم صعيبة ان شاء الله غادة نحضر معكم العسل اللي دائما صراحة كنحضر أنا بالنسبة المعسلات كيجي هاكا تقيل لاحظوا معايا كتخليوه يعني مش غير طيبو وتستعمله مباشرة كتخليوه يبرد لي لها كاملة احسن انه كيبرد وكييتقال ولا بغيتو حتى تخفوه شوي كيبقى لكم اختيار ان شاء الله غدا تشاركو معاكم وقبل ما اندزل وصفات البنات كنوين رحب جميع الاخوات لي معايا في القناة زوينات الغزالات الفنات دائما نبقنجو لكم هاكا اللي شكرا شكرا لكم بزاف على التعليق ديالكم الرائع الزوينة اللي كتفرح القلب نخليكم مع الوصفات حبيباتي هناك ما كتشوفوا معايا العسل حتى هو كيجي زوين هناك انتخليتو ليلة بعد ضروري انكم ان توجدو العسل ديالكم تخليوه ارتاح حتيه برد مزيان ويشرب راسو ده بغدا ندوز معاكم المرحلة ديال الاحسل تحضير دياله اللي المكونات دياله سهلة ودائما لبنات تحضروا الاحسل قبل عندي هنا جوج كيلو ديال السكر سانيدة زائد لتر ديال الما ولا ايطر ديال الما حامضة مقطعة او لليمونة مقطعة شرائح حبة الليمون كل واحده كيفاش كيسميها وعويدات ديال القرفة صافي هاتشي اللي استعملت انا كتاخدو الطنجرة اللي ما تكون شعلا عليها النار يعني مطفية النار هنا لبنات فقط كانوا وجد في المكونات كتوضعو فيها السكار ديالكم سانيدة غد نضيفوแล pH من الماء يعني إيطر ديال الماء في جوج كيلو ديال السكار سانيدة انتمال لكنتو كتبغيوه مازال خفيف يمكن لكم ديادووا حد الكويس ديال الماء كنتو بغيتو تهتقيل خليوه فقط إيطر ديال الماء في جوج كيلو ديالسانيدة سوف نضيف شرائح ديال ليمو الحامض وكذلك العويدات ديال القرفة سوف يرى البناتر ما تحتاجوش انكم تديرو قاتاي ولا شي ملوين اخر ولا زعفران ولا هيدا فرا غير فقط بهاد المكونات بجورجهم رح يجي يعني اللون ديالو كيف ملحتو معي مع السل ومحمر سوف يتخلطو دك السكر مع الماء باش ما يفلو في مرحلة اللولة باش ما يكونش مكتل سوف تسدو عليه على نار تكون شوية عالية حتى يبدأ تصفر سوف تبدأ تصفر كوكوت تخليه تنقص عليها وتخليه مدة 40 دقيقة على النار مهيلة ضروري انكم تخليه 40 دقيقة على النار مهيلة حتى يباليكم الحامض ومني تحلو على الطنجرة كيباليكم اللون ديالو جنيب هالديالو كيف ما كتشوفوا معي مذهبين ما يليل الوني شي شوية هنا كيف ما كتلاحظو معي راني خليه تغير تقاربا حد الساعة ونص كان باقي شوية خفيف لكن مني كتخليه مدة طويلة رح يتقال لكم بزاف وانتو ما لا بغيتو تزيدو شوية ديال الماء كيما قلت لكم في اللول يجيكم شوية خفيف يبقى لكم الاختيار لكن المعسلات من الاحسن انه يكون شوية تقيل شي شوية باش مني توضعوا فيه المعسلة ديالكم كتجي شارب العسل يعني لبنات بالنسبة الشبكية ضروري ان العسل ديال هيكون شوية تقيل بهذا الشكل هاد السمن في البيت بطريقة اللي مبسطة وكذلك زبدة بلدية علي تقيم كليك طيبي بها وكذلك تحطري بها السمن اللي يكون ناجح شوفوا الفيديو اللي مزلت مؤخرا في القناة اللي شرحت لكم فيه بجميع التفاصيل كيفاش انكم تستخرجوا الزبدة من الكريمة ديال الخفق اللي بطريقة بسيطة جدا في ضرف 15 دقيقة تكون واجدة عندكم الزبدة كيف ما كتشوفوا عندي هنا الزبدة البلدية عندي كيلو ديال الزبدة بالنسبة لها الزبدة كناخدها من ليدل وعندي كذلك الزعتر يعني الزعتر تقريبا واحد مص كاس هكذا الزعتر ولا ثلاثة المعالقات كبارين وعندي الملحة بالنسبة للملحة لبنات بالاحسن انكم تستعملوا الملحة اللي كتكون هكذا الحجر انا هاد النوعية هادي كناخدها من ليدل الملحة ديال هيمالايا اللي صراحا زيانة واللي متبع الدكتور كريم اكيد را غادي يكون يسمع يعني الفوائد ديالها مزيانة بساف واحسن من الملحة المصنعة يعني صراحة زوينا وكذلك ما كتجيش من ملحة دكس من ديك الملوحة اللي كتعرفو مزيانة لبنات هاد الملحة هادي راها كينة في ليدل هاكي ما كتشوفوا وضعت الملحة مع الزعتر اوزت عليها 650 مليلتر ديال الماء سفي وغادا نوضعها على نار متوسطة لمدة عشر دقائق ومن بعد غادا نصفي الزعتر فقط البنات بالنسبة للزعتر خليوهي برد تماما يعني ضروري انكم تخليوهي برد حتى شي لما بردش لكم ديك الزبدة كامل غدا الدوب يعني ضرورت تخلط لكم على الزعتر يعني تقول لي ما كتعرفوهي ترخليكم بزعف من الاحسن تخليو الزعتر ديالكم حتى يبرد تماما صفي هنا كتاخدوا ديك الزبدة ديالكم عندي كيلو ديال الزبدة بلدية كتحاولوا ان لكم تبدوو تضغطوا عليها هاكا بيدكم يعني تفكوها تحلوها هاكا كما كتشوفو ضروري الزبدة ديالكم تكون بحرارة الغرفة حتى شي لاجبتوها هاكا غدا تصعب عليكم يعني جبدوها مثلا كنتو بغين تحضروها بالنهار جبدوها لي لقبل هاكا خرجوها ومن بعد باش مني بدو تخلطوا فيها وهذا ما تصعبش عليكم تكون قاسحة بزعف هنا البنات رانيك كان وضع الماء وكان بحلا كنعجنها هاكا مزيان وكان عاود نخوي الماء باش نطلع من هدك إلا كان شي حليب ولا شي حاجة وخايا كما كتشوفو رانقية ما فيها حتى شي حاجات الحليب ذك شي بحل ديال مغرب لها هادي ما فيهاش ذك الحليب ديالها صافيا بعد الماء صلتها ثلاثة ديال مرات بالماء وكان اخويا البنات وكما باش نطول لكم فيديو اكتر اني كان شرح وصافي اكيد البنات رامعة في طريقة ديال السمن لكن فقط بيتنشاركها مع المتدئات وبعض الاخوات كان نطلبوها مني وانا كنت محتاجة نصيب السمن وقلت علاش اللمان باطاجيش مع البنات طريقة تحضير دياله اللي ساهلة صراحة البنات هالطريقة هاديرها كانت كتديرها جدات يمسكين الله يرحمها كانت كتدير هالطريقة ديال السمن كما كتشوفو كتاخدو زبدة ديالكم وكتوقو توضعو في الزعتر وانتو ما كتضغطو بها بحال هاك يعني تعجنو مزيان ديال الزعتر ضروري انكم تعجنوها ومن بعد مني كتعجنوها مزيان وكتدخلو ديال الزعتر في جميع الجواني بديل الزبدة صافي كتغطيو عليها وتخليوها تقريبا ليلة كاملة ما خلتوا هيكون احسن لكنتو تخليوها ليلة كاملة يكون احسن انا خلتوا تقريبا 1-3 ديال سواية صافي ومن بعد غدا غطيت عليها ومن بعد غدا صافي جيت القرائعات اللي غدا استعمل بالنسبة للقرائعات ضروري انكم تكونوا معاقمينهم بالماء المغلي ضروري ليلة كاملة سمن ديالكم ما يخسرش لكم وما يجيكم بش دوك الشامبينيون اللي كينوضو فيه وما تخليوش ليلة الفراغات يعني مني دوت وضعو في الزبدة حاولو انكم تبدو تضغطو هكا بالاصابع يعني مني كتفين ما كتحطو ديك الزبدة كتضغطو زيان باش دوك الفراغات ما يبقوش لكم حتى شيلة بقو لكم دوك الفراغات غيفسدو لكم سمن ديالكم يعني من جناب ينوض فيهم دك بحل دك الشامبينيون دك البيض كانت وقعت لي لبنات واحد المرة وضع لي سمن دائما لبنات حاولو انكم يلا درتوا السمن في الدار من الاحسن انكم تديروه ما شاء الله هنا رز الدم وجودة يعني غير اللي بغا تتعجزه ما تديرش سمن هنا لبنات دك الزعتر اللي شاطلية قلت لكم طريقة ديال جداتي انا مستعملش دك زي في حياتي ودرت فيها اسميته صراحة كان عندي واحد ما بغيت نقطعه باش نقسمه على القريعات قلت من الاحسن كيف ما كانت كتدير جداتي يلا يرحمها الوصفة ديالها غدا ندير كيف ما هي كانت كتدير دك الزعتر اللي شاطلية صفيته في صفايا مزيان يعني حتى مبقاش في دك الزعتر السائل ما صفي من بعد وضعته فوق القريعة هادك البنات هوا اللي غادي يحمي لكم السمن ديالكم وما يخليش ينضفه دك الشامبينيون يبقى مزيان وصفي حبيبات ديالي كانت هادو هما الوصفات اللي حبات سمعكم لهذا نهار في هالويديو هادو هندوز معكم للوصفة التانية اللي ما نقوش لكم البنات البنة دياله كيف دائرة ورطبية ديالها غدا مدى بطريقة تحضير مباشرة عندي هنا اه كاس كبير ديال الحليب وكاس كبير ديال ما دافي خلطهم بجور يعني الحليب والما دافي مخلطين عندي نصف ملعقة كبيرة ديال خميرات الخبز ملعقة من السكر نصف كاس ديال الزيت النباتي كتخلطو هاد المكونات كاملة بالنسبة اللي حليب والما راني خلطهم بجور يكونوا دافيين وعندي هنا بياض ديال بيضة هذا اللي وضعت في الإناء ره بياض بيضة لبنات عندي ميتين وخمسين جرام ديال دقيق الفينو كتخلطو هاد المكونات مع بعض يعني كما كتشوفو بالتدريج كل مرة كنضيف حاجة وضعت خميرة ديال ملعقة صغيرة ديال خميرة الحلوة وكذلك الطحين بالنسبة الملحة كذلك ضفتها كتبقى حسب الضوء بالنسبة للدقيق الأبيض كيف ماشتوا البنات وضعت غير لك نصف الكيمية وحطيت نصف الكيمية لاخر حتى نشوف القوام كيف دايا يعني مهنة خليت لكم الحرية للاختيار بالنسبة للطحين يعني ما تسولوش على الكيمية حتى شمني غضو توضعو في الخليط كتشوفو عينكم ميزانكم بالنسبة للخليط القوام ديال اللي تقح الطحين خاصو يكون حشكل ديال المخنفر يعني تقيل على البغرير شي شوية صافي خليت هذيك العجينة غطيتها ليا وانخليها تقريبا للمدة ديال 15 دقيقة واندوز دبا باش نحضر الحشوة كيف ما كتلاحظو معايا هذو كهما المكونات كناخد واحد المقيلة وضعت فيها الزيت وعندي بصلة كبيرة مقطعة هكا طريفات يعني مكعبات رقاق كتشحروا هذ البصيلة بالنسبة للقوام البنات ديال العجين ضروري انه يكون شوية تقيل في حشكل ديال المخنفر يعني البنات اللي يعرفوا المخنفر راه يكون في حاله يعني تقيل تقيل على ديال البغرير عندي هنا ميتين وسبعين قرام ديال الكفتة اللي زيتها مع هذيك الوصيلة انتوما يمكن لكم يعني انا مغيتوش تضيفوا الكفتة ما تضيفوهاش ديروشي حوشو اخرى لكن بالكفتة لبنات هي الوصفة العجيبة دير هاد الطريق هاد الفطيرة هاد ضروري انكم تديروا كفتة في هاد الوصفة لكن انتوما بغيتوكتافي وغير بالخضرة مثلا يمكن لكم تديروا وغير خطيرة مع بصيلة وشحرهم وهذا غير ديال الكفتة كدطي وحد البنا بالنسبة التوابل اللي راني وضعت اللي هي التوابل ديالنا المغربية العادية اللي هي الملحة فلفل اسود كوركم الزنجبيل يعني اه صافي هده هما المكونات ديروا معها كدلك واحد معي القديا الهريسة اللي بغيتو و اه فلفل احمر بودرة صافي خلطتهم مع ديك الخليط ديال الكفتة دفيت عليها وخليتها بردات شوية كيف ما كتلاحظوا معي الخليط ديال العجينة كيف ما كتشوفوا القوام دياله كي يجي تقيل وحتى مني كان خلي ديك 15 قيقة كي يقول لي تقيل كتر وضعت نصف الكيمية من بعد ما دهنت اللاطة ضروري لبنات ان اللاطة ديالكم او المول اللي غدين توضعوا فيها الفاطيرة تكونوا مفرشي اللي ورق الزبدة او لا تكونوا دهنينوا بشوية ديال الزيت او للزبدة مهم ما يكونش هكاك جيبوا هكاك العجينة وتحطوا هلا او صافي هنا بعد ما وضعت النصف الاخر ديال العجين دهنت السطح ديال العجين بصفر ديال بيضة وملعقة كبيرة ديال زيت الزيتون وحاولوا انكم بحلى غيد دهنوا غيب شوية باش متخسروش العجينة غير بحلى كن نقولو احنا غيكا تهرها باش هكا ديك العجينة ديالكم متخسرش ليكم صافي دخلت هالفرن درجة حرارة ميتين المدة ديال خمسة وعشرين دقيقة حطيت في الوسط ديال الفران كي جي دهو شكل ديالها كتجي زوينة بثاف غدا نقلبها لكم باش شوفو كي بجاء يعني شكل ديالها من اللور كذلك جات محمرة يعني الاسفل ديالها جا محمرة وجات زوينة يعني كتشهي كي ما قلت لكم غير كفترة كتعطي واحد لدة عجيبة ضروري يا لبنت انكم تتعملو خغي ميتين قرام ديالكفتة ولا مية وخمسين قرام وديروها بالكفتة بالكفتة احسن انا جربتها لكن بالكفتة كتجيني احسن والد من الخضر وهذا كتجي بنينة فتحت عليكم البنات من الداخل كيف ما كتشوفو معي كتجي في حلشي كيك يعني مفتوحة وكي ما يقولون من فوشة كتجي زوينة بثاف يعني متقبا وناجحة انتوما لو بغيتوا تكون ارق من هكا رايمكن لكم ديروا السمك ديال العجينة ديالكم رق من هذا ديروها رقيوقة كذلك كتجي زوينة اه مهم البنات كان ادوي الشكل ديالها كنتمنى فعلا انكم تجربوها بحل شكل المقبلة وتزينوها من الفق بشوية برقية طاعة ديال الطماطي ممولة بالخيار وبهذا وتقدروا لها كعويدات وتقدموها على شكل مربعات كتجي زوينة هكا في تقديم يعني كتديروا غي عضا يضل واحد يعني يعني غي عضا يضص يورا وتحاولوا انكم تزينوها كملفق كنوريكم اه شكل ديالها عن قرب من الداخل ديال يعني كتبان هذا طبع وهي شيشة البنات وصفي كانت هادي هي الوصفة ديالنا اه تالتة او للتانية ما قالش بالضبط يمكن تالتة هادي وصفي حبيبات ديالي كانوا دوم الوصفة ديال هاد النهار اللي منهم ضمنهم هاد الفطيرة هادي اللي رائعة شي حاجة اللي الطب كنتمنى انكم تجربوها بنينا بزاف وكذلك المسمان الشربة والكاشر المنزل اللي تبوكي يجي رائح وصفي حبيبات ديالي غنقول لكم شكرا لكم على المشاهدة يعجبكم فيديو اكيد ما تفكروش ليا بلايك وبالبغطاج مع الاصدقاء والاحباب ديالكم واتنسوش انكم تشاركوا عندي في الانستغرام نقول لكم شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة